مرحبا برج القوس اهلا فيك في قراءتك اللعات القراءة رح تنطبق على الطالع والشمس وايضا القمر عزيزي برج القوس هالمرة رح يسوي القراءة بطريقة واسلوب المرايا انت على هاي الجانب الحبيب او الشريك على الجانب المقابل ولكن اذا حسيت ان الجانب الاخر اللي هو هني ينطبق اكثر على وضعك مع الشريك فاعكس القراءة بما يناسب وضعك اول شي رح ابتدي بطاقتك الحالية الطاقة العامة والمتفرعة طاقتك العامة هني والطاقة اللي رح يتفرع منها الموضوع بينك وبين شريكك ونشوف الحين طاقة الشريك الطاقة العامة للشريك والطاقة المتفرعة عزيزي برج القوس طاقتك الرئيسية هو البرج كرت برج العقرب البرج تغيير شامل مو دائما الناس يفكرون يشوفون البرج يفكرون تغيير سلبي بالعكس هذا النوع من التغيير هو اللي يخليك تقفز عشر خطوات عشر درجات عشان تصل الى مرادك بالعادة احنا نفكر مثلا او مخططين اننا راح نمشي خطوة بخطوة ولكن في تغييرات مفاجئة يمكن تكون حتى بالنسبة لنا احنا نشوفها كنقمة ولكن هي حقيقة النعمة تغييرات راح تهز اسلوبك مع الشريك في الفترة القادمة اشوف في تغيير شامل في اسلوب وطريقة تعامل برج القوس مع الشريكة خلا نشوف شريكك عند خمسة السيوف تغييرك المفاجئ راح يشتت ويخربط ويكركب بعد طريقة تعامل شريكك معاك راح يكون ملخبط معارف اشلون يتعامل معاك لان بسبب هاي التغيير الشامل ممكن انك مثلا بالعادة دائما كن طيب وحبوب وتتنازل مع الشريك وتحرص ان الامور تمشي بينكم مهما كانت صعبة في الفترة القادمة بالعكس راح تضرب بريك وتقول لا من يوم رايح تب تسوي شيء انت لازم تسويه شريكي او ممكن يكون العكس اذا انت مثلا كنت سابقا اناني وكنت دائما تطلب من الشريك انه اهو اللي يعبر اهو اللي يثبت فراح في الفترة القادمة تكون انت المعطاء اشوف انه فيه شيء فيه حدث مهم احتمال انك سمعت تجربة اخرين سمعت حكمة من فم شخص ناجح ايضا في علاقته ايه اللي راح تاخذها تحط عينك عليها وتاخذها كدرس والطبقة تبتدي الطبقة بحياتك ولكن شريكك شوية هنيكا انما مصدوم بنوعية التغيير اللي قاعد تدخلها على تعاملك معه طاقتك الفرعية اوكي هذا الشيء طبعا بعيد عن طاقتك طاقة فارس الارض فارس الخماسيات بالعادة برج القوس من اكثر الابراج عفوية وايد عفوي وايد يتصرف على طبيعته ولكن قلتلك فيه شيء حدث او سيحدث في الفترة القادمة ابدا مش شيء سلبي بالعكس شيء يسبب مثل الصدمة او تغيير شامل هني الى طريقة تفكيرك وتصرفك المعتادة راح تبتدي تحسب احساب كل ملي من تصرفاتك تحسب احساب اذا انا عطيت الشريك شذيه شلون راح على اي نتيجة راح احصل معه هني راح تصير حذر اكثر في تعاملك معه حذر حتى شلون تأثر انت عليه اذا مثلا تبت علمه تبت دربة انه اهو اللي بادر انه اهو اللي يقوم من نفسه ويتصرف على التصرفات اللي انت بيها راح تبتدي عنده هني في طاقة الارشاد الحذر طاقة التوجيه ستة السيوف اوكي وشريكك راح يتبعك لان ستة السيوف الكرت هذا يعني الانتقال من مرحلة صعبة الى مرحلة اسهل بالضبط لما يكون شريكك هو نفسه يحس نفسه محتاج الى الهام منك انت انت تراوي الطريق انت اللي تبتدي اتمحد للطريق شلون تب نتعامل مع بعض شلون تب حين احنا واجهنا مثلا عقبة شلون نتعامل مع الوضع شنو استراتيجيتنا القادمة شنو خطتك الشريك يتطلع اليك هني صح هو في البداية ينصدم شوية من تغيرات المفاجئة اللي راح تصير كأنما على شخصيتك ولكن في النهاية راح بالعكس تكون انت هني بمثابة تشوف الفرصان هم دائما اللي يهرعون الى المساعدة تكون بمثابة القدوة له تصرفاتك يا عزيزي يا برج القوس هي القدوة اللي راح تكون تقييد او تلهم شريكك انه يتبعك يتبعك في الطاقة يتبعك في التصرفات يمكن انت هني تحاول مثلا تعلم شريكك انه يكون اكثر حذرا مع الاموال يوفر اكثر يصرف اقل انت اللي قاعد اتمهيد الطريق او قاعد مثلا تبعك بالعكس اتخلي يصرف اكثر او يكون كريم اكثر يبادر يبتدي يسوي اشياء من نفسه عشانك هي طاقة انا اخذ بيدك واعلمك ايضا في ابراج وايد كانت عندهم هاي الطاقة لهم انه هم اللي يبتدون يرشدون شريكهم الى بدل ما يضلون في طاقة التدمر وانا مش عاجبني طريقة التصرفة معاي بالعكس يبتدون اعلمونا اعلمونا مثلا اذا تبع شخص يشتري عشانك اشياء مو شرط اني دائما اعطي اوامر او اعطي تعليمات لا هذه الطاقة اكثر ذكاء طاقة انا ابتدي اعطيك اشياء بسيطة عشان انت تفهم انه لازم تعطيني اشياء اكبر ابتدي ابادر ادخل بيتكم مثلا عندي في يدي صحن حلاوة عشان انت تفهم ان المعاملة بالمثل اوكي واكرام الكريم يكرمك بالعكس لازم تزيد يا شريكي انا اعطيك شي بسيط انت لازم تزيد ضرقة ركية في التعامل يا برج القوس اشوف هنا بالعكس شركك رح يكون جدا متفاعل معك ويتبعك على اي خطوة انت تخطو وعلى اي نغمة انت تعزف رح يتبعك هنا الطاقة اللي بعدها الاحمق او المشاغب الكرت رقم صفر وشركك عنده ملك الاكواب يا برج القوس في شي انت رح تحتفظ فيه حتى في خضم كل هاي التغييرات في شي رح تظل متمسك فيه وحتى لو هذا الكرت قاعد يراوينا انه الشخص مو متعلق باي اشياء رح تتمسك في طبيعتك ترى العفوية بالعكس الدرسي هني اللي رح تتعلمه ما رح تطبقى لدرجة انه تنسى من انتك برج القوس تنهي طبيعتك لا طبيعتك رح تاخذها معاك العفوية ولكن رح تاخذها داخل العلاقة مع شخص يفهمك كأنما انت هني كنت عفوي مع الكل واكتشفت الدرس المؤلم بطريقة مؤلمة انه مو الكل نواياهم حسنة مثل ما انت تفكرهم في ناس يأخذون كلامك وتصرفاتك ويحرفونها على كيفه على كيفهم ليش لانه عندنا رقم صفر اي رقم ثاني نقدر نضيفه على رقم رقم صفر ورح يطلع لنا رقم مختلف يحرفون كلام على كيفهم يغيرون فيه على كيفهم لانه انت طبيعي لانه انت عفوي لانه انت صادق مو من الابراج المنافقة تتصرف نعم بجموح ولكن هذي طبيعتك هنا كأنما يقول لك او الرسالة لك انه احرص ان هاي طبيعتك تريها للاشخاص وخصوصا شريكك اللي يكون اللي تحس انه راح دائما يأخذها بحش النية شريكك من هذلين الاشخاص اللي تقدر تكون على طبيعتك معاهم ولكن مولكل لا تؤمن ولا تفترض ان الكل عندهم نفس حسن النية بالعكس فيه ناس يصطادون في الماء العكر فيه ناس يتصيدون عليك الغلطة يبحثون عن هفوة او تصرف بطريقة عفوية عشان يعتدون عليك عندنا كارت البرج صدمة كلام راح يأتيك ناس يفترون عليك انه برج القوس قال وفعل او حتى درس مؤلم ولكن شريكك راح يظلم للاشخاص اللي تعتمد عليهم وتقدر لمستوى ما تكون على طبيعتك معاهم احب طبيعتك ولكن هني كأنما هو في نفس الوقت قاعد يقول لك هاي التصرفات اللي احنا متعودين عليها العفوية الضحك ان احنا ما نجامل خلها معاي انا بس لان انا اقدر افهمك ولكن مو الكل ما تكون مع الكل خصوصية للعلاقة اخر كارت عندنا الكوب الاول الكوب الاول يأتي من ملك الاكواب باحتمال انك هي برج القوس عندنا هني كارت برج العقرب طاقة مائية وايضا طاقة هوائية المائية ممكن تكون عقرب سلطان حوت الهوائية ميزان دلو جوزاء احس ويدي هنا في طاقة الميزان لان اشوف طاقة هادئة معددلة وايضا جوزاء انزين الكوب هابي راح يأتيك من من؟ من ملك الاكواب راح يأتيك عرض منه انتي هنا في اللحظة اللي تحس انك مو قتلك نعمة ولكن تأتيك على شكل نقمة في اللحظة اللي تحس ان ابتديت تقسر فيها كل شيء او خلاص الوضع خرج عن السيطرة لان هذا الكارت يمثل سقوط البرج والفوضى راح بالعكس من بعد هاي المرحلة راح تأتيك النعم راح يأتيك عرض من الشريك سواء عرض حب عرض زواج عرض كلمة مثل انا اختارك او كلمة مثل ان يكون واضح فيها في مشاعره تجاهك يوضح لك الامور يلتزم فيها معاك هذه كلمة اللي عبارة تكون مثل الوعد كلمة الالتزام اشوفها ترسل لك من جانب شريكك وشريكك عنده فارس النار كأنما قاعد يقول لك هني اهوى ملك الاكواب مو شرط انه برج مائي لا ابدا اي شخص ممكن يحصل على هاي الطاقة ولكن هذا اهوى هني شريكك معجب وان كان اهوى بالعادة وايد تصرف برسمية اكثر منك ولكن جدا معجب بطريقتك العفوية وهذا هي طبيعة كنت برج القوس فكأنما التغيير اللي تمر فيه رح يكون فقط على مستوى تعاملك مع الاخرين ولكن مع شريك بالعكس من الامور اللي جدا تجذبه فيك طاقتك النارية طاقة الجموح مثل ما نقول فيه حصان وفيه حصان بري هذا هي طاقة برج القوس الحصان البري اللي لحد الان ما يحاول حتى يتحكم في طبيعته جماله طبيعي تصرفاته طبيعية شريكك جدا رح يكون يبحث حتى عن هذا الطاقة فيك في الفترة القادمة خلا نشوف سلون رح يطور الوضع بينكم بحلول نهاية الشهر هذا حسنا حسنا كارت لك وكارت عشان الشريك طبعا اذا شفتوا الكارت لان انقلب من شوي البرج مرة اخرى Life experience هو كارت البرج هنا البرج مرة اخرى وشريكك عنده سبعة السيوف برج القوس في شي لازم تنتبه له في اخر اسبوعين او على اخر هذا الشهر شريكك قلت لك رح يوضح معاك امور كأنما رح يقف ويقول لك في اسلوب احنا قاعدين نتبعه ما ينفع مع الناس اما اسلوب الطيبة المبالغ فيها اما اسلوب العطاء بلا حدود اما اسلوب مثلا ان نعطي الناس اموال ووقت ونعطيهم اسرار ما منثق فيهم على الفاضي رح يقول لك محتاجين غموض اكثر طاقة الاستخباء والتستر هنا هذه المبادرة مبادرة تخلى نكون شوي غامضين ومبتعدين عن الناس نعيشنا عن مغامراتنا الخاصة يا حبيبي ولكن بعيد عنهم لانهم ما يفهمونا ما يفهمون اعجابي فيك وما يفهمون طبيعتك طاقة شوي خلنا نبتعد عنهم هذا المكان مو مكاننا نحن لسنا مرحب فينا في هذا المكان بعد الان يمكن اذا انتو مثلا تساكنين في بيت اهله رح يشجعك او يقترح عليك شريكك ان تطلعون لشقة او لبيت تكونون في لوحتكم ان تغيروا مثلا الجامعة نوع من الانتقال ان مثلا امام الناس يا برج القوس لا تكلمني ولا تذكر اسمي ما ابيعين الناس لان هذا ايضا كرت الحسد ما ابيعين الناس تظل تؤثر علينا وهذه هي النصيحة لك يا برج القوس حتى واذا ما اتت المبادرة من شريكك العيون قاعدة تصير عليك بما ان طبيعتك وايد عفوية مشاغبة جميلة ولكن قاعدة تأتي لك بانتباه او اهتمام انت ما تحتاجه اهتمام الحسد واهتمام العبذان والحاسدين فاحذر يا عزيزي برج القوس من هاي الناس وخلك غامض وخفي مع شريكك في الفترة القادمة هذه كانت قراءتكم العاطفية بك